مرحبا مرة تانية محمد عقل معكم اليوم بدنا نكمل السلسل اللي بدنا فيها من فترة وهي عبارة عن انه عم نعمل مشروع لمشهد لزاوية في غرفة رجل عجوز فعملنا اللي دخل على هذا الفيديو فبنصحه يرجع من الاول فيديو عشان يفهم وين وصلنا وشو عم نعمل اعملنا الموديلز المرة الماضية واحدة بواحدة بعدين اعملنا الماتيريا لكل واحدة منهم الفيديو السابق جمعنا كل المجموعة او الموديلز اللي عندنا جمعناهم عشان يشكلوا بداية المشهد في الحلقة تابعة اليوم رح نعمل كالأتي رح نعمل الغرفة اللي هي بس عبارة عن غرفة مربعة ما فيها اشي ما رح نشتغل عليها اشي وبعدين نركب الاضاءة عشان نشوف كيف بدها تصبط الاضاءة تبعت المشهد وبعدين نشوف شو ناقص عشان يعني وحنا عم نحط الاضاءة ببين معنا اذا فيه فراغ في احد الزوايا ومنعبيها فخلين نبدأ مباشرة الموضوع بسيط يفترض ما ياخد معنا وقت الدرس فخلين نبدأ اول اشي منبدأ في الكيوب نعمل الكيوب اللي هو رح يمثل الغرفة طبعا المشهد اللي هون ما في اشي تغير عن المشهد باخر درس عملته فبنقدر نكمل عنه نعمل بوكس بنصح من هون نروح على ال side view عشان نقدر نقيم الحجم فهاي هي الغرفة تقديريا ننتخيل قديش الارتفاع السقف وما شابه يعني فبتخيل ارتفاع السقف بدي يكون اذا اعتبرنا انه ازلنا بدي يكون واقف لهون فازن هاد الارتفاع مناسب والطول مناسب طبعا كونه هاي هي الوراء نهاية الوراء الكوميدينا فهذا الحي تتبعها وعشان نتأكد احنا من top view خلينا نتأكد من top view كيف الشكل طالع ومن جنب نتأكد مرة تانية فهاي هي الغرفة هاد هو فبدي تكون في زاوية كونه احنا قررنا انه بدي يكون هون في سرير فنتخيلها هي بزاوية الغرفة فهاي هي الغرفة بنتخيل الباب هون وهون السرير فهاي هي الكوميدينا وهون في فراغ صغير رح نتركه كونه هي ما بتكونش كتير بالزاوية فنترك هاد الفراغ طيب من ناحية الارضية من نلزقها مية بالمية بحيث انها تكون على ارضية المشهد تبعنا طيب هلا الغرفة تبعتنا صارت جاهزة اللي بدنا نعمله انه بدنا نفتح الباب تبعها عشان نقدر ندخل ضوء ويعني يعمل اضاءة تبع المشهد فنروح على الكيوب نعمل من عند basic نخليه x-ray x-ray بس عشان نقدر نشوف من خلاله ونقدر نشوف وين يكون الباب تبعه هكذا فالباب منطقيا بتوقع بده يكون هون من هاي الجهة هاي الجهة اللي هون فرح نفتح الباب كيف نفتحه بنقدر باكتر من طريقة اول اشي بنصح انه نرفع segments شوي تبعت الكيوب عشان نقدر نشوف يعني بنرفعه لحد اظن سبعة مناسب طيب ليه عملت هيك عشان انا لما اعمل اعدتابل ونقدر نتحكم في البوليغونز تبعونها يكون عنا هذا الشكل فهلأ هذا هو الباب انا بس كل بساطة اني انا حددت البوليغونز او البوليز اللي هون وبكبز زليت فبالتالي فتح معنا الباب هذا هو الباب اللي بدنا ندخل منه الضوء هلأ تقدروا تشيلوا الاكس راي عشان تقدروا تشوفه احسن فهذا المشهد تبعنا ومنقدر ندخل من طريقه ونشوف احنا انا مثبت كاميرا جوا على زاوية المشهد البدنية طبعا الزاوية انتو بتختروها مش بالضرورة تمشوا زي ما انا ماشي بالزبط رح اعمل شغلة بس عشان يكون في شوية thickness في الحيط رح اروح على بوليز اللي هون احددهم خلينا نحدد البوليز اللي موجودة هون نكون شوية دقيقين عشان ما يحدد اشي تاني تمام هيك رح اعملوا رايت كليك وبتقدر تعملوا اكسترود فبالتالي صار في شوية thickness في الباب زي ما تشايفين هلا احنا بجميع الاحوال ما رح يهمنا بس مرات شوية الاضاءة بتفرق فيها فانا بفضل انه شوية تكون في thickness فيها طيب هلا بدنا نعملنا نزل الاضاءة في عنا اكتر من طريقة نزل الاضاءة فيها ممكن نزل الاضاءة عادية عن طريق اللايت طبعا احنا كنا نشتغل على كورونا فبنا نستخدم الكورونا لايت في عنا كورونا سن في عنا تقدر تنزل object عادي فانا رح اختار ام احجرب الكورونا سن ونشوف او كورونا سن اوكي ونشوف كيف الوضع طيب الكورونا سن عن طريق اللي ما تكبس عليها بالزاوية رح تلاقي انه في عندك خيارات بتقدر تختارها اللي هي زاوية الميلان وكذا فخلينا نبدأ نعمل rotation ونزبط الضوء انه يفوت على المشهد تبعنا منزبط الانجل خلينا نرفعه اكتر بس عشان انا قدر نشوف طيب انا كبس هاي بالغلط طيب يعني يفترض هيك لو ندخل جوه بيكون في شوية اضاءة فايتة شايفين اوكي انا عملت شغلة بشعة لي انني حركت الكاميرا ليفترض انا عامل عليها اه اوكي اغلطت اني حركت الكاميرا هي مش بكديل يعني بس انه او ما حركت الكاميرا وله انا عارف اه مش عارف سو حركت اقول لا او ازا هي الكاميرا الاوكي اللي اخترت طيب عالكل حال معادي برجع بعمل نفس الزاوية وراح اكبس على الكاميرا right click protection اعساس انه ما نقدر نحركها بالغلط مرة تانية طيب هاي هي Corona Sun لاننا خلينا نزبط مكانها بجميع الاحوال هي الإضاءة مش موجودة هون الإضاءة موجودة فوق فنقدر من هون نتحكم فيها نزبط ميلانا طيب خلينا نشوف على Live View كيف عم تتحرك الإضاءة معنا فنروح على Corona Interactive Rendering ونشوف شو بدي يطلع معنا رح ياخد شوية وقت لانه في شوية تفاصيل فهاي هون عم بيعمل preparing للسين CPU بدي يطلع عندي فاوكي هاي هي الإضاءة الحالية عندنا معناته غلط لانه الإضاءة مفروض مش فوق رأسية فبدنا بس نحرك إنه نحرك الصن فأنا رح أخذ الشاشة هاي ونصغرها بس عشان نقدر نشوف وإحنا بنشتغل فخلينا نحرك الإضاءة نشوف كيف بدي يطلع معنا طيب رح نعمله أول إشي إنه نخففها ثاني شي إنه نحرك ميلانها شايفين زاوية الميلان لما حركها عم تتغير هون أوكي هاي بدنا نخليها جاي من قدام هنغير الأنجل تبعتها أوكي هادي بدي يودي إياها شوية طبعا الشمس تبعت كورونا أو تبعت سنو فوردي بنفس الوقت إذا بتحركها لتحته لفوق بتغير لونها مع مع اللون عساس إنه صار فيه غروب وشروق وهكذا يعني أوكي ها بدنا شايفين هاي هي الإضاءة اللي بدي إياها اللي هي فيتة من الباب على المشهد تبعنا طيب هلأ رح ننتقل للمشهد تبعنا عن طريق الكاميرا ونشوف جوه كيف صار مننا أوكي هادي هو شكل المشهد من جوه طبعا الشغل ما بحبها إنه نعمل zoom in و out أوكي خلينا نعمل out أكتر طب خلينا هلأ نزبط الإضاءة تبعت الكاميرا أو تبعة الشمس لأنه كتير حاد هيك فمفروض إنه كدور فمي يكون حاد في هاي الطريقة رح اعملو انا ازلها اكتر بشكل منطقي يعني لازالت شديدة نوعا ما فرح نزلها اكتر اتنين ثلاث اكتر من هيك رح ننزل لصفر فاش رح نعمل رح نبدأ نتلاعب بهيك اللي هو 0.01 اشوف في اشي زي هيك اوكي في معناته نبدأ نرفع شوي شوي لنشوف شو دي طلع معنا 0.01 ولا ما في الشي بشنا بدي قليلها اكتر طيب احنا بنقدر نتلاعب بالكاميرا انه نخفف تبعها اللي هو مننزل فالأكسبوجر خلي ننزله من هون اساسا طيب رح ألغي ال overread exposure ونفعل اللي هي الكاميرا العادية على اساس انه نزل ايزو كذا كانها كاميرا عادية فرح اروح على كورونا هون على setting رح اروح على الكاميرا والغي والغي تمبل exposure رح ألغيها يا رح إفعل الكاميرا تمام هفعلت الكاميرا فاشوفها مباشرة اختلف الموضوع طيب هلا منقدر ننزل و والشتر سبيد وهي الشغلات فخلينا ننزل الايزو شوي شايفين هنزل الايزو طبعا هاي مش كتير اشي حسنة والحسنات هو سيئات طيب هيك مبدئيا صارت الاضاءة ضاربة زي ما بدنا من الزاوية اللي بدنا اياها هاي شايفين هاي بس بالعادة الغرفة ما بتيجي هيك خط شديد يعني الحواف بدنا اياها شوية معطيها شوية تفدر يمين الشمال فاللي بنعملهم نروح على كورونا سن مرة تانية اوكي كنت اوكي سوري عم فكرة كنت مرتكب حماقة صراحة هلا اه كنت عم بلعب في السايز تبعا مش الانتنسيتي الانتنسيتي يفترض لننزلها فانا رح ارجع عالكاميرا مرة تانية سوري كتير يا جماعة انا ما انتبهت صراحة خطأ مني اوكي نروح عالكاميرا الايز او بنرجع عادي ريسيت 200 اه منروح على الانتنسيتي ونتلعب فيها مش ال اوكي هذا هو المطلوب اوكي هلا زبطت هلا اضاءة الغرفة صارت اضعف اللي هي بشكل عام طيب هلا اللي بدنا نعمله بدنا نعمل فيذر اليمين الشمال فراح نروح على السايز ومنكبره كتير فشايفين كل ما عم بزيد كل ما عم بصير فيه فيذر اكتر في الصورة رح ازيده منيح رح ازيده اكتر عشرة مثلا اوكي شايفين الزاوية هاي كيف صارت فيها شوية فيذر والزاوية هاي كمان رح اصير فيها هلا فيذر فهذا المطلوب انا هذا اللي كمان بدي اياه اللي هي الزاوية يجي الاضاءة مبينة زيكي نضابة من بره مش حادة فهيك صار احسن طب خليني بس اعمل شغلة بدنا نحط تيكسشر للباكي جراون عشان بس نقدر كمان نشوف الاضاءة كيف دا تكون شكلها فراح اوقف هاد رح اروح على الاضاءة خلين نسيف رح اروح افوا على الغرفة رح اسميها روم وخليني ندكيب لها تيكسشر تيكسشر يا جماعة موضوع راجع لالكم هلا انا عشان اختصر الموضوع يعني اظن موضوع تيكسشر مش بحاجة اني اعطي الدرس عليه فانا بكل بساطة جيبت هاي الصورة هاي هي صورة جبتها من الانترنت مش اشي فزيع وينها اوكي انا حبيت هذا الستايل كون الستايل مبين قديم وورق حائط يعني فحطيته وحطيت شوية بمب عليه عساس حتى انا انتعرف رح اقلله كمان رح اخلي مثلا تمانية حطيت شوية بمب شوية رفليكشن بسيط بس عشان ما يبين متع الاخر وبحطه على الغرفة تبعتنا فرح يطلع هيك طبعا انا هلا من باكيسشر طبعا لازم يصغر فرح اكبس عليه اروح على التاج وبنزله لانا بديها مثلا 30% 30% لا بديها اصغر فرضا 20% 20% اظن هيك منطقي لتكسير طبعا لحط هيك بالعادة بيكون رح اغير زوية الكاميرا شوي فرح ارفع البروتكشن اغيره هيك لانه حاس انه شوي مش منطق او مش مش منطقية حاب اكشف شوي اكتر من الغرفة اوكي اظن هيك امكان انصب خلينا نرجع البروتكشن ونجرب هلا الرندر كيف يكون طيب زي ما انتم شايفين الاضاءة ممتازة انا بالنسبة لي كتير حاببها الرفلكشن على الكاسة ممتاز بس في عنا مشكلة باللمعة هون وفي عنا كتير نويز اظن النويز صار بسبب اظن بسبب لانه لعبنا بالكاميرا فبيروح ما في مشكلة وعكل حال مع الرندر يعني رح يروح هذا الرندر سريع كل شي صح اللمعة صح التفاصيل هاي صح لمعة الازاز هاي بدي اتأكد منها ليش لمعة زيالة عن اللزوم زي انتم شايفين يعني زابطة بكل النواحي اظن انا عرفت ليش اللمعة هاي لأ هاي مش خطأ من هاي مش خطأ هاي انا مفعل بتروحوا على تتأكدوا من هاي الشغلة بتروحوا على وبتتأكدوا انها مش شغالة هتأكد البلوم مش شغالة شايفين هون اوكي هاي هي البلوم انا مشغلها فارح قط فيها هلا هحنشوف الفرق مباشرة بدون البلوم رح يبين فيه فرق هلنرجع ونشوف شايفين مباشرة راح النيز راح النيز تماما وضبطة اللمعات اللي كانت اوفر طلعة في المشهد راحة هلا بس يرندر احسن واحسن هون راح تزبط لمعة الازاز اللي هون وهون فيه لمعة بسيطة برضو فيعني بشكل عام المشهد مقبول جدا يمكن انا اللي بدي هلا اضيفه صراحة فيه هنا فراغ فيمكن نضيف السرير ما بعرف حكولي بالتعليقات اذا حابين نعمل موضلة للسرير راح يكون بسيط بده درس واحد او انه منجيبه جاهز بس عشان نخسر وقت ما بعرف نشوف هلا تعليقاتكو فيه شغلة انا حس الكاسة شوية شكلة زكينا طاير مش راكب على الأرضية فخلينا نتأكد اذا هي فعليا مرتفعة عن تأكد منها اذا هي فعلا راكبها على الأرضية ولا لا راكبها مية بالمية طيب ايش المشكلة خلينا نشوف تبع الأرضية اذا انا نفعل فيه الامبينت اكلوجن والامبينت اكلوجن للي ما بيعرف اللي هو بيعطي الشدو تبع الاشياء القريبة فبتروح على ديفيوز اظن انا مفعله هاي مفعل مفعل يمكن لازم ازيده شوي خلينا 50 سانتي وهذا انا شارح فيه قبل فما فيش داعي اشرح فيه مرة تانية اه اظن الامور منيحة هون وخلينا نجرب نشوف الازاز كمان ازا انا نفعل الامبينت اكلوجن ولا لا مرة تانية فمنروح على الازاز على ديفيوز لا مش مفعل فمنروح على كورونا اي او ومنحكي له ملتبلاي برضو شارحها بالان مرة فمشح الشحها مرة تانية نعمل 50 بالمية ومنجرب هلا كيف هلا تطلع خلينا نشوف يعني اتحسنت شوي لسه مش كتير راضي عنها بس مو اشكل بملاقي لحل خلينا نشوف ايش كما ممكن نعدل صراحة الاضاءة كتير عجبتني كتير زابطة هذا المطلوب غرفة بابها بابها في عليه يعني زي ما شايفين اضاءة داخلها على فكرة ممكن نجرب شغلة مع بعض صراحة انا ما كنت مخطط لها مش بالدرس بس خلينا نجربها شو رأيكو لو كان في زي شادو شخص على المدخل فخلينا نروح على جوجل خلينا نكتب مثلا من كت اوت فرح يعطيني هاي الاشكال خلينا نجرب واحد منهم ممكن يكون هاد خلينا نستخدم هاد نحن نجرب هاي مع بعض save as على اوكي انا كتير فضيحة عندي الهاد على texture و save طيب خلينا نعمل شغلة منطلع برا الغرفة زي هيك منعمل layer عادي منطلع برا بدي اعمل ضل الزلمة اللي واقف على الباب منرفعه عادي 90 درجة ومنكبره بحجم الزلمة اللي منتخيل قد يكون واقف فرضا زي هيك طيب نعمل corona new layer ونروح على diffuse منختار الشخص اللي هلا اخترناه عن طريق التكسير تبعنا اللي هو هلا اخترناه لل cut out ف ونروح هايهو اوكي ومنروح على opacity ومنختار نفس الشخص تمام فشايفين هلا هو فرغ الشخص لانه اصود وترك الابيض انا بدي اعكسه فبنقدر نعكسه من هون من black point ممكن نعكس الالوان عن هاي الطريقة اللي هو بترفع البلاك وبتقلل white فراح اصير عندك هايهي الطريقة تمام شايفين فمنحط هاي هون ومنزبط هلا مرة تانية حجم الزلمة هاد هو وين بدي اياه موجود دياع الباب هاي الطريقة هلا ما بعرف كيف يطلع الرزل صراحة انا عم بجرب اوكي يعني بتمنى يطلع الضل تابعه على الغرفة الجوة خلينا نشوف طيب اللي صار عندنا انه بيّن بس كتير فيد كتير يعني معمول له فيذر كتير طبعا ليه لانه احنا رفعين الفيذر في الاضاءة كتير يعني لو اقللها لاثنين بتصور بتزبط بس حصري عنا مشكلة تانية خلينا نشوف هلا كيودي يطلع حصري عنا مشكلة انه انا الفيذر هذا بدي يضل موجود بس خلينا نحب اطلع على ونشوف كيف ممكن نحلها ها 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 شايفين كيف نوعا ما مقبول صراحة ها شايفين كيف صار ضل الزلمة موجود على على الكوميدينا تبعتنا على ديزاين تبعنا ما بعرف اذا ممكن نستخدم ولا بس رح اشيله هلا عشان ما يخرب اللي كنا ببالنا ممكن رجع بالاخير لانه رح يغير في تشكيل الاضاء تبعتنا فهل رح نغير ه هلا نشيله هلا بس رح افصل زي هيك وارجع الصن تبعنا ل خلي نحكي كنا حاطين عشرة احنا اولا خلي نحكي لو تمانية مثلا الانتنسيتي الفيو سايز كل شي صح كالر التمبرتشر رح اقلي لو ندفة عساس يعطي شوية لون على صفرار خلي نجرب هلا مرة ثانية طيب شوفوا لحد هلا انا حاسس انه احنا وصلنا للي بدنا تقريبا هذا كان المطلوب الرندر بس يزبط 100% بطلع افضل الشكل تبعه طب عكل حال هلا اللي ضايل علينا انا حاسس الامور منيحة اللي ضايل علينا يا جماعة شغلتين بدي تقولولي اذا حابين حط سرير هون او لا اذا بسيط عساس يكمل المشهد او منجيبه جاهز من اي موقع ومنركبه بس هون عساس نختصر وقت بيضل علينا اللي هي نختار حركة كاميرا ونحرك الساعة وبعدين نرندره ونشوف شو بيطلع معنا اظن امورنا منيحة فان شاء الله هذا الاشي بنكمله في الحلقات الجاي على كل حال بشكر مرة بساعدني في نشر القناة ان شاء الله تكبر اكتر من هيك بتمنى اللي بيشوف الفيديو ومش مشترك يشترك في القناة لانه كتير هاد الاشي فعلا بساعدني او بشجعني لأكمل في الدروس صراحة ومنشوف كم الحلقة القادمة ذكروني او احكولي اذا انتو عندكم اي طلب خاص في هذا المشروع ممكن نجربوا مع بعض نراكم الحلقة الجاي